هذا وأشهدت سعدة الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة بتوقيع مذكرة التفاهم بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة للتعاون في المجالات الصحية والمخزون الطبي بين البلدين وأعربت الصالح عن اعتزازها الكبير بتوقيع الاتفاقيات الصحية والتي ستنقل التعاون الثنائي بين الطرفين إلى المزيد من التطور ونمأ مشيرة إلى أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي تجسيدا للروابط الأخوية الوثيقة والعلاقات المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين والتي من شأنها أن تعزز التطلعات المشتركة بين البلدين وخصوصا في مجال التعاون الصحي مشيرة إلى أن التنسيق الثنائي وتبادل الخبرات يعكس الحرص على تعزيز أواصر التعاون ويحقق الرؤى المشتركة للبلدين الشقيقين مبينة أن مذكرة التفاهم قد شملت التعاون في المجالات الصحية بين البلدين من خلال وضع منظومة دوائية مشتركة لمراقبة جودة الأدوية ومصادرها ونوهت الصالح بأهمية التنسيق بين البلدين لتطوير التعاون المشترك وتعزيز المساعي للمساهمة في الدعم المتبادل بالمجال الطبي وتطوير الخدمات الصحية بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين ترجمة نانسي قنقر